أعلنت شركة بورصة الكويت إتمام المراجعة السنوية لشركات المدرجة لعام 2022 وفقاً للأحكام والقواعد المعمول بها ما ترتب عليه انتقال شركة طيران الجزيرة من السوق الرئيسي إلى الأول لمطابقتها للمعايير المطلوبة هذا وأكدت البورصة في إفصاح منشور على موقعها الإلكتروني أن تطبيق نتائج عملية المراجعة سيتم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 فبراير من عام 2022 مشيرة أنه لا يوجد شركات ستنتقل من السوق الأول إلى الرئيسي ومبينة أن الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى في هذه الفترة بالسوق الأول